في مشهد في قمة السريالية والعبث نشوف اليوم رئيس حكومة تسمي نفسها حكومة الاستقرار يزور مدينة درنة مدينة درنة من 2012 تقريباً مزارهاش مسؤول رفيق بهذا المستوى من أيام حكومة زيدان تقريباً يقول رئيس حكومة الاستقرار هذه أن مدينة درنة تعرضت لظلم قبل حكومات المتتالية وأن حكومت تمت بتساهم في رفع هذا الظلم آه نعطيك وصفة بسيطة جداً لرفع هذا الظلم ثلاثة اشياء بسيطة درنة اول ما تخشلها من المدخل الغربي حتى تلقى حي سكني متكامل ناس شارين شجاك تم الاحتداء عليها من قبل ميليشيات مسلحة انت خطيت يدك في يدها هذه الميليشيات لا تزال حتى الآن تغتصب منازل الناس وما تخليش الناس يردوا الحواشينهم آه لو قدرت انت تطلحهم هذاك الوقت صح سامت في رفع الظلم انت بتسام في رفع الظلم عدي المدينة القديمة التي هدمت بفعل هذه الميليشيات التي دكتها بالدبابات ودمرتها وسوتها بالأرض عد يشوف تاريخ درنة وشوفها كيف منسوح وحاول انك ترد اعمارها هذاك الوقت ستسام في رفع الظلم آخر شيء وأهم شيء درنة عندها حوالي ألف من المواطنين الأبرياء مسجونين في سجن جرنادا اللي تسيطر عليهم ميليشيات مسلحة أنت تراها شرعية هذه الميليشيات ترفض حتى عرض المساجين على محاكمات عرضهم على محاكمات ساهم بالإفراج عنهم هذاك الوقت ستكون ساهمت في رفع الظلم عن درنة هكي تكسب هل درنة صح؟ ليس بزيارة عبثية هدفك فقط بها إظهار نفسك على أنك تزور المناطق المهمشة دون أي أثر فعلي آخر رسالة هي اللي بدروني أنفسهم رد باي لكم في أي شكل من الأشكال؟ يجمل عليكم شخص أين كان عميد بلدية رئيس حكومة إن شاء الله حتى مدير الليل الأحمر بأنه زار مكان أو شاف مكان أو قال لكم كلمتين حلوات أبداً على الإطلاق شوفوا نتائج على الأرض اشكروا الناس خطيها قولوا اللي عوار عوار في عينها اللي يخضئ قولوا لها أنت أخضعت عشان ما يزيدش الظلم لأن الظلم والتجبر سبب أن الناس سكتين وشوفوا المسؤولين هؤلاء أن الناس تتملق لهم فيظنوا أنهم صح قولوا لهم أنهم غلط وإذا حد فيك مصادف رئيس الحكومة هذا قولوا لها درنا تتعرض لظلم بهذه الطريقة هذاك الوقت هما حينحطوا لهم حد وحينعرفوا أنهم تيرين وإنه مش هضا الكلام اللي تحتاجها درنا تحتاج إلى خطوات فعلية للمساعدة هذا اللي هناك